جود خلينا نقول عارضات أزياء محجبات اليوم في منصات الأزياء العالمية هل هذا شيء جيد؟ حلو السؤال شوف نور نحن أول مرة شفنا عارضة أزياء محجبات كانت حليمة لما قدمت بيو اس اي واحد من الولايات كانت هي فيها قدمت شغلتين بالبركيني وكمانة بالحجاب طبعا الجمهور انصدم وكانت جديدة بس حقيقة لقيت كتير رواج وكل البرندات بعدنا هي شاركت بعروض الأزياء مثل ماكس مارا والبرتا وغيرة كتير من البرندات هل جيد أو مش جيد؟ أنا برأيي لقيت ناس حبتها ومثل ما في ناس في صبايا محجبات ومش محجبات في صبايا كمانة محجبات فمش غلط وكتير حلو أن تشوف الوحدة كمانة حالة بعروض الأزياء بطريقة كمانة ماضيس تكون مرتبة ومحجبة أنا فور مي برأيي لش لا تنقذ يعني طيب يعني خلينا نقول مين أثر في مين ميسا هل مثلا شركات الأزياء تأثرت بالحجاب؟ فعشان تي طلعت وحدة اليوم عرضة أزياء كحليمة وغيرها هناك أيضا أعتقد ثلاثة عرضات إذا ما خبني ما كانت معلومة خاطئة ولا خلينا نقول الحجاب هو نفسه أثر عليه الشركات وفرض نفسه أن تعالوا نحن موجودات تجيبونا النور في حالة اللي هي بتفرض حالة من هي الماركت نفسه في مثل ما قلنا ناس بنات صبايا محجبات وفي عدد كبير مش محجبات مثل يعني والعكس صحيح فالبراندات نفسه لقيت لأ هي بحاجة أن هي تصنع ويكون هيدا جزء من اللي هني كمانا بيعملو أز براند يكون في عندهم تياب خاصة فيهم الشالات خاصة فيهم يخلقوا براند أو لاين معينة لا يدي الصبايا تقدر هي تكون على الموضة تكون محتشمة وتلحق كمان البنات وتلبس مثل البنات اللي مش محجبات نعم من كم سنة يعني خلينا نقول ستة أو سبع سنين تقريبا نعم في بعض المصممين العالميين مثل روبيرتو كفالي عمل خط للشيلة والعباية خاص في الخليد صحيح وصاروا بعض المصممين أيضا يصنون هذا الشيء ليش؟ لأنه شافوا الخليد أن السوق ولكن بعدين في السنوات الماضية السابقة اللي هي قبل سنتين أو ثلاثة حتى خلينا نقول السوق قرب إلى المحجبة أكثر هل من وجهة نظرة اليوم كخبيرة في عالم الأزياء أيضا أن هذه موضة وتزول ولا هذا ماركت جديد نفتح؟ شو هي وطلب؟ لا بعتقد هي ماركت جديدة يعني ماركت جديد أو لين جديد سوق جديد ونفتح وبدأ يكمل لأنه اللي بدي أقول لك شغلي نور ما عادت لسيدة المحجبة اللي هي بس بتروح وبتنقى أو بتختار تياب تكون مادس كونزورفاتف محتشمة بطريقة معينة نحنا صرنا كسيدات بالمجتمع أو بالشغل وهيك بدنا نخلق كمان إيماج معينة إيمدش معينة بمناطق محي يمكن على تي في أو مثلا مديرة بانك ولا في كتير مهن بتحتم علينا أننا نحنا نكون بصورة معينة فمفروض نحنا نتجه لهذا للتياب اللي هي تكون فاشن وتكون بنفس الوقت ما يعني كونزورفاتف أن تبرز جمال السيدة من دون ما تقزي العين بنفس الوقت طبعا الشال هنا بيجي شي تاني ميكمل الإطلالة ككل فالماركت انفتح على هذا الموضوع ولا حيكمل أكتر حتى بالغرب إيمد نور هلأ بتشوفهم اتجهت أكتر لهو أنك أنت تلبس بطريقة كتير محتشمة بس تحدد خسرك تكون الأنوثي بارزة مش بأنك ما تلبس تكون بالعكس لابس سؤالي خطر الحين في بالي وأنا آسف أني بسألت ما حضرنا لهذا السؤال طيب لأول ما شفتي أول امرأة لابسة بوركيني شو كانت وجهة نظرت وردت فعلت أنت كأمرأة عربية عادية استغربت قلت ليش لابسة اللي في سروحة البحر ليش بعدين رجعت لا أيضا ما اللي حقته تجد مثل ما أنا أو غيري بيلبس تيب خاصة لسباحة هي كمان بدأت تسبح وهي دا هو لبسة بالنهاية نحن 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 توقف جوجين إتش أدر هي هيدا مرتاحة وهيدا حل تستفل وبعدين شوي شوي تعودنا على الفكرة صار هلأ في إذا بتشوف في محلات بتشوف في ألوان في ستايلات خلاص في ستايل معين للبركيني هل تحسين أنه صار في أيضا قبول قبول نعم أحسن من قبل بعضه مش كتير في إلو قبول بس بده يصير في قبول أكتر نعم طيب العملاء اللي عندت أنت من محجبات مثلا نعم وين تشوفين نفسك أنه أنا هني شاطرة في إبراز مثلا شكل هذه المرأة حتى لأنها محجبة كيف وين أصدر يعني مثلا على شو تركزين أكثر في ستايلينج أو خلينا نقول تنسيق ملابس المرأة المحجبة اليوم من أي عاملة كانت عندت يعني كزبونة اللي بركز عليه أكتر شي طلعها بالصورة اللي هي هي بديها إذا كنا نحكي بشكل عام نعم بشكل خاص أكتر ندي بجرب أنها طلعها برز لأونو ثتة من غير بطريقة كتير كونسورفاتف يعني مثلا فيها تلبس ما نبين ولا تفصيلة بالجسم ونحدد خسر فينا نشتغل بالأكساسوريز نشتغل بطريقة كيف تحط الشال لأنه نور اللي حطت الشالة أو الحجاب تختلف حسب الفيس حسب العيون ما فينا ما كلنا من حطة بنفس الطريقة في أيام بتقع السيدي بهذا الخطأ وبتبين مش مرتبين من وراء الطريقة اللي حطت فيها فهو دي أمور كتير مهمة وتنسيق الألوان على أهم يعني لما نحنا أنا مثلا ما كتير بسنعمل ألوان بالحجاب بفضل دايما على الالوان بتكون بالتياب أكتر بس فيه سيدات بيحبوا يلونه بدنا نعمل بالنس لما منلون من فوق بدنا نخفف الميك أب لما منكتر الميك أب فينا نروع على نيوترل والعكس صحيح بتياب من فوق هذا بعتمده تقريبا مع الكلاينت حلو لو في عندك وحدة محجبة وقفتش في الشارع وقفتش في الشارع وقفتش في التلفزيون وانت متخصصة بالمظهر شو لا 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 أو البيق نو مثل ما تقولون بعالم الأزياء اللي ما أسويها وأنا أفتجي الحجاب لا لا هي أنه البيق نو لما ترتدي الحجاب أنا ما بحب الفورمي البيق نو لما واحدة تلبس حجاب أنه ما تلبس التياب كتير دايقة تتحدد تفاصيل جسمها ما بيعود حلو للعين بنفقد هيدا اللي شي محجبة بنفس الوقت فيها تلبس قريب على جسمها بس من دون ما تكون آسية باللبس ما بحب تعجيء تعجيء الألوان وأنه تكون كتير أتراكتف لدرجة أكتر تكون أتراكتف من صبية ما أنا محجبة إذا هي عن جد فعلا عم تشتغل على إيماج أنه هي كونزورفتف محجبة أما إذا هي فاشينيستا وعم تلبس حجاب بالنسبة أنه هي بدأ تبرز وبدأ تكون أتراكتف هيدا شي تاني نور دفرنت لأنه في عندي سيدات أو كلاينت هني فاشينيستا بساعدهم كيف ننسق على بعضهم بطريقة تشدوا العين نعم هيدا تو دفرنت طيب تاريخ ظهور السكارف أو غطاء الرأس أو الحجاب في عالم الأزياء هل من جديد ولا من قبل أراضي طالك نعم 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 يعني ما بعرف أي سنة بالسكسيز وقبل كان يحطوا الحجاب أول شي بدأ ما بدنا نفوت بتاريخ لأنه في التاريخ كتير في حضرات وطريق بس بالفاشن بدأ لما الفيديو كليبات يحطوا الشيل ويربطوا ويشدوا أكتر بعد هنا من ثقافي للتانية في فرق مثلا بيربطوا بهالطريقة في اللي بيحطوا بس لقي في الناس اللي بيحطوا لا بيغطوا كله فهذا موجود أصلا من زمان لا هلأ نعم بكل الزمن والأديان وبكل العصور جميل ميسا الساف شكرا لوجودت معنا اليوم خبيرة المظهر والصورة لوجودت معنا وتعريفنا على بعض النقاط اللي يمكن تغيب عن الكثير من المشاهدات مشاهدين نحنا بنتوقف مع فاصل إعلاني قصير شكرا شكرا